ويجي واحد يمن يقول لي والله يا أخي الكريم يعني الإمارات تريد الخير لليمن واليمنيين وهي تريد أن تحدث البلاد وتجعلها دولة ناجحة وليست دولة فاشلة كما هو الحال الآن لا والله شوفوا عندما تدخلت في إريتريا ماذا يحدث في إريتريا الآن؟ إغلاق المدارس الإسلامية في إريتريا؟ هل تقدمت دولة واحدة؟ طب الإمارات داعم رسمي للسيسي أنا مصري أنا مصري خلونا بعيدا هذا الموضوع الإمارات داعم رسمي للسيسي السيسي يحكم مصر من حوالي أربع سنين وطبعا قبلها سنة فترة الإنقلاب قبل الانتخابات الرئاسية خمس سنين أحوال مصر إيه يا أخواننا اليمنيين يا شباب يا بتوع اليمن يلي مفكرين الإمارات جاي لكم بالخير الإمارات والسعودية دعموا نفس الحكاية الإمارات والسعودية ودول الخليجية دعموا مصر بمئات المليارات الآن مصر أضحوكة العالم الشعب المصري لا يجد طعاما كثير جدا الأسعار غلية الدولار صار في التراب بعدما كان سبعة جنيه صار الآن الدولار سبعتاشر جنيه ها يلا أنا الآن أحدثكم عن مثال واضح أهل مصر وهي دولة بحجم كبير وفيها ثروات دعموها وأيدوها وسنقف مع الدولة المصرية والرئيس السيسي هو الرخاء والاستخراء وكذا الآن كيف حال مصر؟ هل تعتقدون أنكم ستكونون أحسن حالا من مصر؟ خصوصا أن عندكم مطامع لماذا تتواجد قوات إماراتية في سقطرة؟ لماذا تتواجد القوات الإماراتية بكثرة في ميناء عدن بالقرب من ميناء عدن؟ لماذا؟ مطامع عندهم مطامع يريدون احتلال أهم المناطق الاستراتيجية في اليمن لإخضاعها وإبقاء هذه الدولة عبارة عن مجموعة للأسف الشديد كما قالها أحدهم مجموعة من الذين يمدون أيديهم للإمارات للبحث عن لقمة العيش والسعودية آه ييجي آخر السنة منحاء إماراتية بمليون دولار للشعب اليمني تستهلون يا شباب والله الشعب اليمني يستهل يا شباب زي ما كانوا بيقولون المصريين بالضبط والله كانوا بيقولون المصريين تستهلون إحنا هذه الأموال نرسلها للشعب المصري تستهلون تستهلون إيش وين هذه المليارات السيسي أخذها وضحكتهم على الشعب المصري والآن البلد تعيش في فوضى